فرحم على أحد حرار البلاد توفى أمس رحمه الله وهو الصادق هجرس وصادق هجرس عاش 94 سنة هو من موليد 1928 من موليد الأربع نثراث وهو أحد المجاهدين والمقاتلين في الثورة الجزائرية وقبل أن يصل إلى القتال في الثورة الجزائرية كان صادق هجرس التحق فيه 43 1943 التحق بالكشافة الجزائرية وظل فيها إلى غاية 46 وفي نفس الوقت فيها 44 التحق بحزب الشعب الجزائري PPR واللي كان هو الحزب الرئيسي الداعي إلى الاستقلال يومها بقيادة مسالي الحاج رحمه الله جميعا وظل هناك في حزب PPR إلى غاية أن حدث ما عرف آنذاك بالأزمة البربرية أو الكريز بيربير اللي هو أصلاً ما يحبش يفضل يقول لك أنه ما يحبش يستعمل هذا اللف لكن حدثت آنذاك في 49 وانسحب لكنه التحق في سنة 50 التحق في سنة 49 في الحقيقة التحق في أو في 1950 التحق في ما يعرف بال الاسوسياشون جمعية الطلبة المسلمين في شمال إفريقيا وأيضاً بدأ دراساته آنذاك دراسة الطب اللي استمر فيها عدة سنوات وفي نفس الوقت أيضاً في بداية الخمسينات للتحق في ما عرفها وما كان يعرف بالحزب الشيوعي الجزائري وعمل بعد اندلاع الثورة الجزائرية حاول قدر الإمكان التقريب ما بين الحزب الشيوعي وحزب جبه التحرير وبالفعل نجح حينما انضم الشيوعيين يومها إلى الثورة الجزائرية وأقاتلوا ضمن الثورة الجزائرية وظل وهو الطبيب المعالج والمقاتل في الجبل إلى غاية تحرير البلاد وفي اثنين وستين ومع بداية الاستقلال كانت هناك نوع من الانفتاح كما تعرفون في البداية قبل أن تنقلب الأمور في خمسة وستين كان هناك انقلاب خمسة وستين اللي في الحقيقة أطاح بكل ما كان قائماً يومها وذهبت الأحزاب بما فيها حزب اللي أصبح يعرف بحزب الباكس آنذاك إلى السرية ظل كذلك صادق هجرس إلى غاية الانفتاح في بداية أو في نهاية الثمانينات قبل ذلك كان بداية الحال مع معرفة بالثورة الزراعية إلى آخره كان دور للشيوعيين مع بوموديان وإن كان طبيعة الحال بدون ذكر لحزبهم مباشرة وظل صادق هجرس رحمه الله وفياً لأفكاره ومبادئه وبالرغم من أن حزب الباكس كان قد هزم في الانتخابات التسعين وحتسعين مع الانفتاح إلا أنه عارض الانقلاب واختلف مع كثير من زملاءه داخل الحزب اللي ناصروا الانقلاب وناصروا الدبابة يومها واضطر أن يترك قيادة الحزب وأن يغادر إلى منفاه في فرنسا وظل هناك مؤمناً بفكرة تحرير الشعب الجزائري وكاتباً ومعلقاً على الأحداث وأيضاً منتصراً للضعفة يختلف الناس معه بكل تأكيد ربما في بعض الأفكار أو بعض القناعات لكن مؤكد أنه يتفقون معه أنه كان مع تحرير الشعب الجزائري وأن يكون هذا بالسلمية ولذلك كان من أكثر الناس سعادةً مع اندلاع الحراك وشخصياً شعرت بهذا ولحظت هذا مباشرة عندما التقيت دعيني نشوفه ممكن عندي الفيديو التقيت في 16 أبريل إذا كان ذكرتي جيدة في ساحة الجمهورية 16 أبريل 2020 حوالي شهر قبل أن يوقف توقيف المسيرات بسبب الكورونا وكان هذا اللقاء معه جزائیر ياللي إن شاء الله برسلام بإذن الله تحيير الجزائر تحيير جزائر تحيير الجزائر مدنياً مدنية 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 جزائر حرة مستقلة جزائر الحرانية مستقلة والمظلومين والزوالية والزوالية بإذن الله إن شاء الله كان هذا اللقاء معاه في ساحل الجمهورية وحقيقة تتأثر عندما تلتقي رجل مثل هذا وثباته حتى حينما تختلف معاه في أفكاره أو في قناعاته فإنك بكل تأكيد تحترم ثباته في مقاومة الطغيان في مقاومة الاستبداد وتحترم أيضا قناعاته وقناعاته الديمقراطية حقيقة ولذلك عندما ناصر زملائه في الباكس كثير منهم مشكلهم لكن كثير منهم عندما ناصروا الدبابة سنة 92 اعترض هو وبشدة وكلفوا هذا الكثير والكثير جدا خاصة أنه كانوا بعض الجماعات الإسلامية خاصة نعتقد أن ذاك المياح تقبل الجية أو في زمن الجية كانوا حكموا عليه بالإعدام مع ذلك رفض بأن يساند الجنرالات ورفض بأن يساند الدبابة وظل مقتنعا أن الشعب الجزائري بإمكانه تغيير هذا الواقع وبكل سلمية رحم الله صدق هجرس ورحم الله كل أحرار الجزائر الذين دافعوا عن المستضعفين دافعوا عن المفقرين دافعوا عن المعطلين دافعوا عن البلاد ولم يغيروا ولم يرتموا في أحضان الدكتاتورية العسكرية لم يرتموا في أحضان المافيا العسكرية ومخابراتها الإرهابية ظلوا ثابتين على مواقفهم حتى أو مع تكليف عالية أو تكليف كثيرة دفعوها في حقيقة الأمر ويكفي من بين التكليف أن الإنسان يكون بعيد على وطنه وغير قادر على أن يشم الهواء أنت على الأرض التي ولد فيها وعاش فيها ويريد ويريد لها أن تتحرر من قبضة المفسدين والمجرمين